بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته هل يجوز لمن عينه الله إماماً أن يقول دعوني والتمس وغيري فأنا لكم وزيراً خيراً لكم مني أميرة نبحث هذا الموضوع في الحقيقة وليس هدفنا بحث تاريخي بحث يعني قبل 1400 سنة قال الإمام علي بن عبي طالب هذه الكلمة بعد مقتل عثمان وعندما جاء إليه الثوار وطالبوه بأن يكون هو الخليفة فقال لهم دعوني والتمس وغيري فأنا لكم وزيراً خيراً لكم مني أميرة ما هي الأبرى وما هو الهذف من هذا الكلام ومن هذا البحث الآن بالحقيقة أحنا المسلمين اليوم نعاني من انكسام طائفي شرس والبعض يحاول أن يعمق هذا الانكسام بتطرف وغلو وكفر وشرك ورفع للإمام علي وأئمة أهل البيت إلى مستوى الآله وأن الله خلقهم وهم خلقوا الكون عندما يتكلم بهذا الكلام بعد الكلام السياسي أو البحث مثلاً حول الإمامة كله يروح يتلاشع ويضيع فهناك اليوم في مجتمعاتنا وبوسائل الإعلامة المختلفة المشبوهة أيضاً المتسوسة التي تحاول تعميق التفرقة بين المسلمين وتوسيع هذا الشرخ الموجود بين ما يسمى السنة والشيعة كانوا بالتاريخ السنة والشيعة أو الأحزاب التي كانت تسمى شيعية أو سنية تلك الأيام كانت تختلف حول من هو الحق بالإمامة الحق بالإمامة لهذه العائلة أو لتلك السلالة هذا الخلاف كان يدر حول هذا الموضوع الإمامية الشيعة الإمامية كان يقولوا لا في السلالة العلوية الحسينية ليس الحسينية الحسينية ما لمحاكم الإمامة رغم أنهم كانوا أئمة وأقاموا دول وأيضاً الفاطميين أقاموا دولة هؤلاء أيضاً يعني غير شرعيين فقط هذه السلالة الأثنية عشرية أو الأحد عشرية هذا البحث أو الخلاف الذي كان حول نظام الحكم يكون بالشورى أو يكون بالوراثة أو بالنص ملكية هذا البحث كان قديم وهو امتد إلى اليوم ومن آثاره الاستبداد والديكتاتورية والطائفية والتمييز الطائفي بالمجتمع هناك ناس يأتون ويقولون نحن نواب الإمام الثاني عشر من هذه السلالة الثاني عشر الغائب الإمام الثاني عشر محمد بن حسن عسكري ونحن نوابه يجب أن نفرس سيطرتنا عليكم وانتوا تسمعون كلامنا سواء المراجع أو الحكام أنه إحنا الحكام مشرعيون وما يعترفون بالنظام الديمقراطي وإذا اضطروا للإعتراض بهذا النظام النظام الجمهوري الديمقراطي الانتخابات في من باب التكتيك من باب صورة مؤقتة يعني وإلا الشرعية الحقيقية الدينية هي بيد المراجع فإذا هناك أدنى ديكتاتورية مرجعية والمراجع لا أحد يناقشهم ولا يرد عليهم والرادوا عليهم كالرادوا علينا والرادوا علينا كالراد على الله فيصير كفر وهذا على حد يشرك بالله شوفوا أدنى مشكلة الآن قائمة إذن نتيجة للأفكار السياسية القديمة إذن طائفية وإذن ديكتاتورية إذن انكسام تفرقة وطائفية وإذن أيضا ديكتاتورية دينية بين قوسين هي مدينية وإنما مغلفة بالدين لذلك نبحث هذا الموضوع من أجل تذويب هذه الخلافات وحلحلت بعض المشاكل الموجودة في الأمة الإسلامية هذه الأيام فلذلك نحن نتساءل ونسأل هؤلاء الذين يدعون الإمام الإلهية ويؤمنون بأن الله قد عين الإمام علي خليفة بعد الرسول النبي عين يعني والإمام مستمر في ذريته إلى يوم القيامة وصلت 12 واحد ووقفت الآن فهناك مؤشرات كثيرة طبعا عندما ندرس تاريخ الإمام علي وسيرة الإمام علي وأقوال الإمام علي وبقية الأئمة نشوف حياتهم وسيرتهم وأقوالهم تخالف تماما هذه النظرية نظرية الإمام الإلهي التي اختلقها أبو جعفر الأحول الذي يسمى مؤمن الطاق أو شيطان الطاق في القرن الثاني الهجري وفاجأ فيها الإمام زيد بن علي عندما قام بثورته في الكوفة سنة 122 فرفض الالتحاق به أو دعمه أو نصرته وقال أنت أنت مو إمام معي من قبل الله فإذا أنا ما أجي وياك تعجب إمام زيد قال لهم ما أجبت الكلام هذا ما أعرف أنه في شيء اسم الإمام معي من قبل الله قالوا لا أبوك قال لي زينا عبدين قال قال أبو يا أليا ما أقول لي إليك يقول لك أي مهم قصة طويلة فهذه النظرية الولدت في القرن الثاني ما كانت موجودة عند أهل البيت علنا وبصورة يعني إمام علي عليه السلام بايع أبا بكر وعمر وعثمان ودخل بالشورى وما قالوا أنا معي من قبل الله تعالى في يوم الغدير مثلا النبي عيني خليفة عليكم وحاكم عليكم إذا الله معينا خليفة كيف يروح مثلا يبايع الآخرين ويناصرهم ويشير عليهم وأيدهم ويصبح قاضي عليهم وبعدين لما يقتل عثمان يجوه الناس علي تعالى بس ننتصر خليفة الآن يقول لهم لا دعوني والتمسوا غيري فأني لكم وزيرا خيرا لكم مني أميرا هذا إذا كان واحد مكلف من الله قال لهم يسارع طبعا هو حتى بعد انتخاب أبي بكر في سقيفة بني ساعدة إجا العباس قال لي أمدد يدك وأبايعك فيقال أم رسول الله بايع ابن أم رسول الله ولا يختلف عليكم اثنان إجا أبو سفيان حتى قال لي تعالى أبايعك وسأقلبها على أبي بكر خيلا ورجلا قال لي عن المالي لا أعقب قال لي لو أحد النبي معينه وأكون عنده أنصار وليساعدوه هو يجب أن يستغل الفرصة بسرعة ويفرض نفسه خليفة من بعد الرسول إمام علي لا يسأل أي شيء هذا سأبايع شكت يقولون أن تنازل عن حقه أي حق تنازل عنه لا يوجد حق حتى يتنازل عنه وبعدها القصة تمشي ونرى إمام علي لم يعين ابنه الحسن خليفة من بعده إذا هي إماما من الله قال لازم يعينه يقول هذا خليفة خليفتي من بعدي إجاوا الأصحاب يعني قالوا له راح ننتخب عيننا واحد قال أنا ما أعين أترككم كما ترككم رسول الله قالوا له راح ننتخب الحسن من بعدك قال لا أمركم ولا أنهاكم الإمام الحسن صار خليفة ست شهر ثم ارتعى أن يتسعلح معاوية ويروح ويتنازل عن الخلافة إذا الخلافة من الله والخلافة مسألة دينية لم يكن يجوز للإمام الحسن أن يتنازل عنها وهكذا عندما ندرس قصة كربلاء أمن نشوف ما في أي أثر لدعوة الإمام الإلهية والإمام الحسين لم ينص على أحد لم ينص على لا على زين العبدين ولا على غيره ف ما نشوف أي أثر ولكن المهم في القرن الثاني بدأوا والقرن الثالث والرابع إلى أن جاء الشيخ المفيد في القرن الرابع والخامس وأسس النظرية الاثنين عشرية ركبها إما على النص إذا ما في نص على الوصية وإذا ما في وصية على المعاجز هو بالحقيقة يعني إثبات إمامة كل إمام من زين عبدين وإنتوا نازلين ما كلها نصوص ولا وصايا إنما بقصص تسمى قصص إعجازية هي شعات دعايات يعني عن الحجر الأسود أتكلم والباكر طار على فيل سواء لفيل من طين وطار عليها وقصص منها القبيل فما في إثباتات لنظرية الإمامة ولكنها تركبت صارت أنه دول الاثنائش واحد الله عينهم وهم معينين من قبيل الله تعالى وهم معصومون طيب دولا قبل 1200 سنة كانوا الإمام الحسن العسكري آخر إمام توفى سنة 260 للهجرة منتصف القرن التالي الثالث الهجري وانقطعت هذه السلالة وراحت لماذا حتى الآن معتقدين هذه العقيدة هذه النظرية التي هي مركبة على الأم هم الأم لم يدعون هذه النظرية ولا يدعون هذه الكلام يجوا ناس ركبوا وسوفت نظرية بالقرن الرابع مثلا وإحنا حتى الآن بعد ألف سنة نقرأ التاريخ ونقرأ الأحداث ونتعامل مع الآخرين ونتعارك مع الآخرين أنه إحنا اللي يؤمن بهذه العقيدة مالتنا يروح للجنة والما يؤمن بهذه العقيدة يروح للنار هذا مسلم ظاهرا وكافر باطنا ويروح للنار يوم القيامة حتى لو جاء بملء الأرض ذهبا وصل وصام وحج وزكة وكسة وكل شي إذا ما عنده إيمان بالولاية شنو معنى الولاية الآن ناس يقولون إحنا ذنوالي إمام حلي والناس اللي منتصف القرن الرابع الهجري إجوا البوهيين وعيد هذا اليوم يوم الغدير يعني يوم الثمانتعش ذي الحجة اللي نبي قال نظام سياسي بعده هو هل هناك نظام سياسي في الإسلام الإسلام نقرأ القرآن من أوله إلى آخره يتحدث عن العقيدة من الله تعالى من الله واليوم الآخر والنبي والأنبياء والعبادات والأخلاق والقيام والأحكام وهذه موجودة بالقرآن ما موجود بالقرآن كلام عن النظام السياسي والدستور ونظام الحكم ومن يحكم وكيف يحكم وما علاقته مع الناس وكم مدة يحكم مثلا هاي الآن اللي بالدستير كتبوها هذه ما مكتوبة نبي لم يضع دستورا للحكم مو قصة شخص واحد لأمام علي لأ نظام الحكم ما هو حسب نظام الإمامة سيد الحمد باكر عليه يقول أنه نظام الشورى باطل لأنه مو واضح طيب نظام الإمامة شونه واضح مو واضح أيضا ما موجود نظام إمامة إنما صار تركيب يعني ف يعني عندما نجي إلى أبرز الكلمات التي صرح بها الإمام علي عليه السلام نشوف يقول دعوني والتمس وغيري روحوا عن مارد الحكم فأنا لكم وزيرا خيرا لكم مني أمير أنا وبعد يام من إجه راح أرض الخلافة والإمامة على طلحة والزبير اللي هم كان قادة الثورة على عثمان قالوا قالوا تعالوا أنتوا أبايعكم قالوا لا الناس راحين إليك أكثر شي يردوك إليك أكثر شي فقالهم إذا إذا أنتوا مصررين على هالكلام فإن الشورى للمهاجرين والأنصار مو للثوار الشورى في المدينة هم طليعة المسلمين الشورى للمهاجرين والأنصار مو لكل واحد إذا هدو لانتخبة واحد كان لله رضا والمهاجرون والأنصار انتخبوا الإمام علي فأحاديث كثيرة أقوال كثيرة تؤكد موضوع الشورى والتزام الإمام علي وأهل البيت بمبدأ الشورى حصل للمصالح معاوية قالوا سأنا ستنازل الخلافة إليك وإذا أنت متل وأنا موجود الخلافة ترجعلي وإذا أنا موجود ترجع الشورى بين المسلمين معاوية ترجع لإمام الحسين إذا واحد يدرس التاريخ ويتوقف ويتفكر ويتأمل سيكتشف حقيقة موقف أهل البيت وأقيدتهم السياسية نظريتهم السياسية تقول بالشورى وليس بالإمامة الوراثية بالنص والوصيلة المشكلة النص الوصيلة وراء كل إمام سيختلفون الناس أبناء اللواء مختلفون فكيف بعمة الناس وهكذا حدث وهكذا تفرق الشيعة عبر التاريخ بالقرنين الثاني والثالث فإحنا طرحنا هذا سؤال من أجل فك الأقدة الطائفية مو قصد نفس شيء بالتاريخ أنه يا جماعة اللي تعتقدون أن هناك نظرية إمامة والإمامة معينون من قبل الله تعالى أول شيء لإمام علي لماذا يقول الثوار دعوني والتمس وغيري وفأنا لكم وزيرا خير لكم مني أميرا هذا معنات أنه يعني ما عند أي فكرة بأنه هو منصب من قبل الله تعالى إذا هو منصب لازم يبادر طبعا الناس اللي أقول مغلقة و يعني مشبعة بفكرة الإمامة يبررون كل الأقوال يبرروها وكل الأفعال يبرروها لماذا بايع الإمام علي أو وكر وعمر وعثمان والثقية تنبايعهم ما كان عنده عنصار ليس إجاء أبو سفيان وإجاء العباس لا يقول هذه التقية طيب في سلطة التقية راح صارت ثورة والناس كلهم جايين عليها الناس كلهم ثورة هم يردون الإمام علي لماذا يقول يدعوني والتمس وغير ورح وشوف واحد ثاني يقول لأنه ذول الناس يعني يريد يحاكبهم الإمام يعاكب منه يعاكب منه ثورة على أثمان وقتله فكان يجب عليه أن يبادر إذا كان يشعر أو يعتقد أنه هو مكلف من قبل الله تعالى يفسرون طيب إمام حسن لماذا تنازل عن الخلافة وكان عنده سبعين ألف واحد جندي أيضا حاكم ومسيطر وعنده جيش ويروح يتنازل ويصالح ويقول تعالوا بيعوا معاوية هو والحسن والحسين كلهم بيعوا معاوية وأجبر شاعته على باعة معاوية واندمجوا في جيش معاوية بعدين الإمام الحسين لماذا ثار يعني ما نقول أني إمام معين من قبل أقرأ كل النصوص الموجودة الإمام الحسين في رسالته لأهل الكوفة قالهم الإمام هو اللي يحكم بالعدل يطبق الشريعة يعني متقي يعرف القضاء ما قالهم الإمام هو المعصوم المعين من قبل الله تعالى وهكذا المهم بالنتيجة هي هاي النظرية وصلت إلى طريق المسدود طلعت بالقرن الثاني شفنا هذا مؤمن الطاق أبو جعفر الأحول ويخاطب الإمام زيد وقل لك ما تعرف أبوك ما قال لك يعني ما كانت معروفة في أهل البيت وقل الإمام زيد ما يعرف هو متربي بحظن زين العابدين ما يعرف هاي النظر قال تعجب استغرب قال هلين جاء بالكلام يعني فدواحد طلع لها بدح شاية بالكوفة وركبها على الأئمة وما مشت النظرية واجهة عقبات الأئمة كانوا علماء أبرار إمام باكر إمام الصادق إمام زين العابدين إمام كاظم لا أحد ما يشك في أدقياء ورعين زهاد أبان كرة ماء كل شي كل صفات الخير فيهم موجودة هم وما كان يقولون إحنا معين من كبير الله سألوا الماء مصادق قالوا إنت مفترض الطاعة من الله قال لا أبدا لا أقول هاي بالكافر حديث موجود بس يقولون التقية كل شي تقية كل ما يعجبهم يقلبو يقولون هاي تقية التقية فد وسيلة شيطانية لتقلب أحاديث الأئمة والتعامر عليهم والتهرب ويقولون إحنا نوالي أهل البيت كيف نتوالي البيت وإنت تقلب حياتهم الإمام الحسن عسكر قال يا بترى أنا ما عندي ولد ورح للمحكمة وخلى أموال قال تروح الأم هي عند أموال وعند جواري وعند مساتين قال هاي هاي تقية يقول ما تطلع سالف الشكل كل كل موقف أتفد ماذا القصة يقولون هاي تقية لا ترى مساء الفشكل كل شيء يمكن تتفصر تقية بالمقلوب يعني حتى الآن المشكلة إذا هاي نظرية راحت قبل ألف سنة انتهت وصلت طريق مسدود ألف ومئة سنة وراحت انقرض بس بقت بالأذهق الآن الشيخ المفيد من إجا وكتب ونظر ونقوم الكلام هذا سوال الفرقة ثلاثة عشرية هم 11 واحد وصلوا وما صار الـ 12 سوا 1 واحد افترض وجوده وقالوا هذا موجود وهو الثاني عشر ليه سووا هالنظرية اقرأ التاريخ شوفوا تعرفون لأنه في تلك الأيام فيما يسمى بالغيبة صغرى يعني النصف الثاني من القرن الثالث الهجري ظهر الإمام المهدي الفاطمي إسماعيلي شيعي إمامي هم تقدم بالإمامة أيضا هم ظهر في هو كان مختبئ في سوريا وظهر في المغرب هرب من العباسين إلى المغرب ومن هناك أقام الدولة الفاطمية وإجه لتونس والجزائر وليبيا ومصر وشوية شوية هو أبناء وأحفاد الحجاز وشام وطوق بغداد الموسر والمدائن الأنبار وصلوا وصلوا وكل العباسيين خافوا وأدهم السلاطين اللي حكموا وياهم البويه يسموهم البويهيون قالوا تعالوا شنسوي الفاطمية رح يأكلون رح يقضوا على دولة العباسية يقولوا احنا أبناء علي انتم من وانتم شنو العباسيين لماذا لا يقضي الحكم قالوا للشيخ المفيد تعال طول مدرسة وفلوس ورواتب تعال جيب طلاب وسوي لك مدرسة وسوي هذا المذهب يقوم على انه هناك امام ثاني عشر غائب وهو المهدي المنتظر هاي ثاني عشر المحد مشافر ابو قال ما موجود ولا عندي ولد لا سوو ولد غصبا عليه فالشيء غريب بالتاريق حقيقة فالواحد يطلع لي رح المحكمة يقول لي ما عندي أولاد يقول لا انت عندك ولد غصبا عدك وما يقول بعد بعد ما مات امام الحسن اجيوا النواب الاربعة ملاعمة الاستخبارات مع العباسية هؤلاء النواب الاربعة يسمون عثمان بن سعيد ومحمد بن عثمان والنوب بغتي والصايم هؤلاء جواسيس مع الدولة العباسية قشمر والشيعة واحد موجود وغائب وكذا وعندكم فلوس جبوها ايضا كان اخذون فلوس من الشيعة وعاشين في كنف الدولة العباسية وبراحتهم محمد بن عثمان خمسين سنة كان هو قاعد بغداد مرتاح ويأخذ فلوس باسمه هو نائب الامام المهدي اللي ما احد مشاع بس هو يشوف ويكتب رسائل الى ويظهر رسائل هو بخط ايده مو بخط احد ثاني في مواجهة تسوي هذا المذهب في مواجهة الدولة الفاطمية الف سنة وكان يقولون العباسيون وجماعتهم كلهم يقولون كل راية قبل راية المهدي فهي راية ضلالة وصاحبها طاغوت ونعبد من دون الله ما يجوز يستمون اي حركة سياسية لانه هذا المذهب مصنوع لتخدير الشيعة ومنع من الثورة والتغيير والإصلاح والعمل السياسي والأمر المعروف ونهاع المنكر موته وشيعة الف سنة الف ومتين سنة كل راية قبل راية المهدي فهي راية ضلالة الى قبل خمسين ستين سنة كانوا يقولون العلماء بالنجف كانوا يتبنون سيد محسن حكيم وسيد الخوئي والبقية كلهم كانوا يقولون ما يجوز نحنا نقوم بأي ثورة بأي عمل سياسي حتى يجوون البعثين مو مشكلة يجوون السوعين مو مشكلة أي حزي بيجي مو مشكلة احنا مو شغلنا احنا نسوي ثورة ودولة وحكومة ومقاومة وكذا لا كل ما يجوز على الى ان صار الفكر الجديد الفكر الثوري الشيعي الجديد اجي الامام الخميني طرح نظرية ولاية الفقيه قال الفقيه هو ناب ما هو يسوي ثورة ويسوي دولة وحكومة بعدين راح اليران طور النظرية مالتا كتاب الحكومة الاسلامية بالنجف سنة 69 القام محاضرات بعدين لما صار الثورة بايران سووا دستور ونظام جمهوري وانتخابات ونظام رئاسي وبرلمان واجهنا للعراق ايران سوئنا نظام ديمقراطي الشيع الآن يعيشون في ظل رئيس الجمهورية وانتخابون رئيس الوزراء هذا نظام معقول نظام يعني طبيعي تطور صار لدينا ذاك الفكر القديم وكنا نتظر ألف سنة كنا نايمين بالكهف بالسراديب وحرام علينا أي شي نسوي لا الآن الحمد لله لدينا مقاومة ودينا أحزاب إسلامية ودينا حكومة ودينا ديمقراطية وانتخابات شي جيد شي لطيف هذا ولو فيه أدنى الثغرات الآن هذا النظام مان فيه ثغرات فيه مشاكل سواء في إيران أو في العراق أن النظام الديمقراطي بعد ناشئ مو متكامل مو متجذر في أعماق الثقافة الشعبية بعد الناس لا زالون يقلدون إلى مراجع ليش يقلدون إلى مراجع منهم المراجع الله ما حط لنا مراجع إذا هم قادة سياسيون فليارضوا أنفسهم من الانتخابات يشاركوا بالانتخابات ويشوف الناس انتخبوهم ولا لا إذا انتخبوا واحد يصبح حاكم شرعي مثل إيران مثلا منتخبين الإمام الخميني أو منتخبين الإمام الخامني أو أي واحد آخر منتخبين حكام شرعيين يصيرون أما واحد يقول أنا درست كتاب وصرت مجتهد فأنا نائب الإمام وأنا الحاكم الشرعي وأنا ولي أمر المسلمين هذا ما يصير ليس صحيح هذا هذا يصبح ديكتاتورية تقعد تفرض نفسك لا يدري أنت أصلا مشتهد أو لا مشتهد عالم لا معالم يدعون أنت عالم أو تدعي نفسك أنت صار مشتهد وتريد تفرض نفسك على المجتمع ما يصير لازم تؤمن بالنظام الديمقراطي النظام المرجعي ما إلى شرعية ما ديني الله لا أقل بي ولا لا أما أقل بي سوء صار بالزمن كان لدينا فراغ ألف سنة ممكننا نقول ما لدينا حكومة وما يجوز نسوي حكومة تطور هذا النظام صار النظام مرجعي في البداية ذلك النواب الأربعة قالوا وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا أو أحاديثنا رواة لم يكن قطع الألم عن أهل البيت يعني لما غاب الإمام العسكر يتوفى وما يكن إمام بعد الشيء يعظلوا محتارين أدوا مسائل فقهية مثلا يقولون راجعوا المحدثين رواة الأحاديث لذلك كان يكتبون الكتب الحديثية مثل مسائل عملية يعني يعني هي فتاوى بصيغة الأحاديث طيب وشوية شوية المراجع أو العلماء طوروا إلى نظرية النيابة العامة قالوا نحن نواب الإمام المهدي فإذن حقنا نقوم ببعض التصرفات يعني الأمور الحسبية كما كانوا يقولون تؤدي واحد ميت وعنده أيتام نحن نرعاهم وهذه شارة الحكومة فسوما قالوا نحن لا يوجد حكومة نحن نرعاهم الآن هي شارة الحكومة وليس شارة المراجع القضاءة لم تشارة الحكومة وليس شارة المراجع لا يحق للمرجع يأتي يفتي أو يقضي مثلا المرجعية لا لها أساس ديني لا قرآني ولا نبوي ولا من أهل البيع صارت اتطورت حبر زمن ألف سنة كان يوجد حاجة بعدين قالوا نحن ولات وإحنا عندنا أنظمة ديمقراطية سواء بالعراق أو بالإيران بس لدينا مشكلة طائفية بإيران وبالعراق السنة مثلا بإيران درجة ثانية ما أعلم حق يرشحوا رئاسي الجمهورية ما أعلم بالوزارة ما أكون وزارة سنة لما أكون معرفة فصارتين أكون شعور بالتمييز وهذا يسبب تمرد ويسبب انشقاق ويسبب امتعاض ويسبب مشاكل طائفية الدستور الإيراني بفقرة المحافظون الشيعة كل بيقاني وغير دولة أصروا على أن يحطوا هاي الفقرة أنه رئيس الجمهورية يجب أن يكون شيعيا إماميا إثنى عشريا هو إذا نظام رئاسي ونظام جمهوري بعد هذا مو إمامي ولا إثنى عشري ولكن سووا هذا الشيء بالعراق الحمد لله ما عدنا بالدستور تمييز بين السنة والشيعة ولكن عندنا بالواقع نعم في الواقع يوجد انقسام وانقسام أحيانا يصبح حاد فيسبب عرقى ويسبب محاصصة السنة أنه رئيس الوزراء يجب أن يكون شيعيا ما فرق الشيع ولا سنة أو رئيس الجمهورية يجب أن يكون كذا أو رئيس برلمان كذا محاصصة ليش ما نسوي نظام واحد نسوي حزب واحد ونسوي نظام رئاسي الرئيس ينتخب من الشعب مباشرة ويشكل حكومة لا طائفية من دون التفات إلى هويتهم الطائفية أي واحد كفوق يجيبه خليكونوا كلهم شيعا إن شاء الله خليكونوا كلهم سنة إن شاء الله مو مهم المهم أن يكونوا كفوقين ويديروا الدولة بشكل صحيح ويخدم ويأدنى برلمان يراقب هذه الحكومة ويراقب هذا الرئيس هذا أفضل نظام هو المعمول فيه بالعالم تقريبا أكثر دول العالم الديمقراطية الصحيحة هي هذه أو نظام مزدوج يعني نظام الرئيس ينتخب ينتخب من الشعب مباشرة ويشكل الحكومة من أكثرية البرلمانية من الأكثرية البرلمانية يعطيها مثلا أيا حزب أكثر شيصايا يقول أنت تعال شكل الحكومة بإيران مثلا رئيس الجمهورية ينتخب وهو يشكل حكومة وطبعا تأخذ يعرضها على الدستور على البرلمان حتى يصوت عليها فإذا صوت البرلمان أو أغلبية البرلمان تأخذ شرائيتها فالحل هو الآن يعني إحنا مو نبقى عاشين على الزمن السابق والله الإمام علي كان معين من قبل الله ولا ما كان معين هو يقول أنا مو معين ما كان يقول أنا معين من قبل الله ولا كان يقول أنا معصوم بس إجاوا ناس بعدين شيخ المفيد ودولة سووا هنظرير 12 وركبوها عليهم 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 بقية الإمام إحنا خلصنا من ذاك الشيء بس باقينا إحنا شيعة وسنة على شون شيعة وسنة نعتقد أنه فلان كان أحق قبل 1400 سنة فقط هذا الاعتقاد سيقوم من عندنا شيعة وسيقوم لآخرين سنة يعني ثم ماذا الآن شوفوا ناس يوم الغدير اللي يعتبروا عيد الموهين سووا عيد طبعا في القرن الرابع يتبادلون التهاني والتبريكات وجعنا الله من الموالين لأمر المؤمنين شنو هذا كلام لفظي فقط تقولوه إذا أنتم موالين حقيقة إمام علي ما كان عندي الناس كونهم كأسنان مشط ما ينفرق بين واحد وواحد بين الموالي وبين السادو وبين كل الناس العرب وغير العرب هذه السياسة الإمام علي طبقوا السياسة الإمام علي مو بس بالحج يقولون إحنا والله إحنا شيعة ونوالية نعتقد أنه بس عملنا نسرق وننهب ونقتل ونهدد الناس وكل يسوي وإحنا موالينا علي ابناء الطالب بشلون أولاء الحقيقة هو التزام بالقانون التزام بالعدل بالمساواة بالرحمة بالأخوة بالمحبة عدم تكفير الناس عدم بس واحد اختلف ويا بسرعة نكفر هذه النقطة الأولى والنقطة الثانية أنه لا يمكن واحد يسيطر علينا نحن كلنا أحرار الشعب حر كلتنا متساوين بالحرية وننتخب الرئيس اللي يريده والحكومة يريدها ونحاسبها ونراقبها ونغيرها هذه الثقافة الديمقراطية فالثقافة الديمقراطية الحقيقية هي بديل عن الثقافة الطائفية وما أدو شلون نجمع هم نحن ديمقراطيين وعندنا نظام ديمقراطي وفي نفس وقت طائفيين ما يصير الطائفية من مخلفات الفكر الميت القديم المنكر البائد الخرافي السطوري اللي لها موجود بالقرآن ولا النبي قال ولا أهل البيت يعرفوه هاي الثقافة الطائفية شوفوا أبحثوا درسوا نفكروا شوي ثقافة الطائفية مو ثقافة إسلامية ثقافة مشارية متراكمة كلها خرافات وأساطير والنتيجة جمالتها الدكتاتورية الطائفية والفكر الطائفي يؤدي إلى الدكتاتورية أدى ويؤدي إلى الدكتاتورية والاستبدال بسبب أنه علماء ومراجع ومقدسين دوله ونواب الإمام المادي وما وجود حتى عنده نواب بسبب يدعون هم النواب الوامين فإذن حتى ننتقل للحياة الديمقراطية الصحيحة والسليمة يجب أن نقوي هذا النظام وهذه الأنظمة نزيل التمييد الطائفي من الدساتير ومن القوانين ومن السياسة ومن الثقافة الشعبية ونتحد مع بعض ونحب بعضنا بعضا ونطبق العدل في مجتمعنا هكذا نستطيع أن نتقدم نحو الأمام بترك الثقافة الطائفية والنظرات الدخيلة الأسطورية المركبة على البيت ونفكر بواقعنا اليوم كيف نحل مشاكلنا وكيف نبني بلدنا وكيف نتقدم نحو الأمام طرحة هذا السؤال كيف يعين الله إماما ثم يقول هذا الإمام دعوني والتمس وغيري وإني لكم وزيرا خيرا لكم مني أميرة هذا ينقض نظرية الإمامة ولكن الطائفيون يحاولون أن يعني يعني يؤولوا هذا الكلام بأي حيلة وحيلة إن شاء الله يوفقنا ويوفق صعوبنا وأمتنا إلى التبكير نحو الأمام التبكير في المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي وعصر التقدم التكنولوجي وإحنا بعدنا عايشين بالتاليخ السحيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته